اشتركوا في القناة كنتش بتكلم كان عندي ظروف شوية ظروف صعبة كده والحمد لله عدد على خير نصلي على الرسول الله عليه الصلاة والسلام وحنقول دلوقتي احنا هنعمل اين؟ او الهدف من الفيديو بتاعنا ده هو خلطة المحشي المصرية اللي احنا بنعملها بس هنعمل الخلطة اللي على وصولها بجد هنضيف مع البصل اللي هنشوحه حاجة صغيرة كده هتقلب لنا طعم المحشي زي بتاع جدتي وجدتك زمان كان ايام البركة وايام الخير كله انا النهاردة هعمل محشي ايه؟ انا النهاردة نزلت الصبح بقالي فترة ما نزلتش فلقيت لفت اللفت البلدي بتاعنا الجميل بتاعنا ده هو اللفت الحلو بتاعنا البلدي فانا جبت منه الصبح وكان لسه جاي لسه من الارض بتاحته ما شاء الله كان لسه منقودش يعني من الارض فلقيت ان الورق زي الفل زي ما احنا شايفين كده صابح وجميل جدا انا اللفت ده لما بعمله لولادي والله العظيب يعني اللولا اللي انا قلوهم مثلا انا عامل النهاردة اللفت ممكن يعتبروه ورق عنب من جماله وحلوته وبيبقى طبعا كلنا عارفين ان ورق اللفت مغز جدا جدا لحاجات كتيرة في الجسم يعني وشافي جدا بفضل الله لأمراض كتيرة على فكرة الناس بعتتلي على خاص على اساس اللي انا لما بقول شافي لأمراض كتيرة انا مش هخبي عليكم انا كنت في يوم من الايام او فترة من الفترات كنت تعبنة جدا وكنت بتعالج بالحاجات الطبيعية دي يعني عشان كده انا لما بقول انا مش دكتورة ولا حاجة بس انا بقول عن يقين وعن تجربة حصلت معي انا شخصيا مش مع اي حد تاني معي انا شخصيا نتوقل على الله ونصلي تاني على رسول الله عليها افضل السلاة والسلام انا اخدت الورق او ست اللي اشتريت منها اللفت قطعتلي الورق او قطعتلي اللحن زي ما احنا شايفين كده فكل انا هعمله ايدي؟ هعمله معاكو برضو بعد شوية ان انا هاخد العدان دي علشان اخللها مع اللفت طبعا في دلوقتي اليومين دول موسم اللفت التاني اللي هو الاحمر قوي ده ده مش لفت بلدي انا بعتبره زي ايه زي اللفت صيني فانا مش بكتبه الحقيقه لان ما بحبش لطعمه ولا بحب ايه ومش بحب ريحته برضو غير البلدي بتاعي انا ما بجيبش مدخلش بيدي فنتمكن على الله الاول ونشوف الخلطة الي احنا هنعملها ازاي ونبقى نشوف مع بعض هنعمل ورق اللفت ازاي انا عندي هنا ثلاث بوصلات هحطهم ثلاث بوصلات انا هقطعهم واحطهم في الكبه بتاعتي او القطع بتاعتي ايه بقى عندي الحاجة الي انا هعملها وتقلبلي الموازين بتاع تعم الخلطة بتاعتي او تعم تشويحة السمك هو ارن الشطة انا هفرم ارن الشطة الحامي مع ويعني ضروري يكون حامي الا اذا في اطفال مثلا في البيت او الا اذا محدش بيحب الاكل الحامي لكن حلاوته حلاوة الخلطة ديت لما يكون ارن الشطة بتاعنا يكون حامي جدا بيدي ريحة وبيدي طعم فضيع في التشويحة حتى في صوبع المحشي وانشي بتاكليه انا هفرم دوت وارجع عليكم تاني ايه تاني يا دعاء يخلي الخلطة بتاعتنا ولا كلمة وريحتها تجيب اخر الشارع فيه تكتين كمان تكة هننزلها دلوقتي مع قبل البصل مع الزيت وتكة هنحطها مع البطاطس هنحط هنا حطت الحلاو فيها الزيت بتاعي ومعلقتين هنا الكمون الحصة هحط معلقتين الكمون هنا الحصة اخد ريحته يفتحولي ريحة البصل والشطة اللي انا حطاه هنزل بقى هنا هي انا فرمي خط البصل مع ارض الشطة بتاعي اهو بس اخد ريحت الكمون ويبدأ يفتح ريحته كده خالص ديني الريحة اللي انا عوضيها فاروح نزله بالبطر بتاعي والشطة عليه بس اصيب بردو ثانيتين كمان كده انزل بقى بالبطر بسم الله الرحمن الرحيم والشطة اللي انا فرمضي ايه هي بقى التكة الاخيرة التكة الاخيرة اللي انا وانا بعمل الطماطم بتاعتي في الكبه او في الخلاط هضيف عليها واحد فلفل احمر هضيف عليها واحد فلفل احمر زي ما انا شايفين كده صغير او كبير المهم اللي انا لازم قطعها من الطماطم بتاعتي بالفلفل الرومي الاحمر بتاعنا الجميل هقطع الطماطم بتاعتي هنا في الكبه وهقطع عليها الفلفل الاحمر هاجي الفلفل اهو هقطعه على الطماطم بتاعتي اضع الابهر قبل ان نضع الطماطم سنفتح حريحة البصل او ننزل السكر اللي فيه سنضع التوابل علشان تتشوح مع البصل قبل ان نضيف الطماطم ملح وكسبرة بودر بابريكة حلوة بابريكة حرة وفلفل اسود بسم الله الرحمن الرحيم سنقلبهم قوي اول 8 سنة وحنزل بالطماطم طبعا الطماطم ده طبيعية جدا مع الفلفل انا مضفتش عليها ولا بقت مية لان انا عملتها في الكربة مش في الخلاط انا مضفتش عليها مية خالص الطماطم طبيعية قوي هبدأ ان انا شايفين التوابل عملت ايه في لون البصل هبدأ ان انا بسم الله الرحمن الرحيم هضيف الطماطم بتاعتي كلها وحوطي عليها ونقينها على عين تانية وارجع عليكم دين طبعا انا هوريكم لان الحاجات دي هي ثلاثة تبقى عندي اسافية في البيت الكراب والبصل الاخضر والخدرة والحاجات دي كلها فهنطلع بقى حاجات المحشي بسم الله الرحمن الرحيم عندي هنا البقدونس وعندي الكوزبرة وعندي الشبك وعندي الكرافسة في التلاجة هاجيبه هقطعهم واخسلهم وارجع احطهم على الرز علشان نخسلهم تانية مع الرز بس في حاجة انا هنا هقولك لو انش عايزة تحتفز بخلطة المحشي في الفريزر او في الدي فريزر ممكن تحتفز بها شهر اثنين وثلاثة ما تضيفيش عليها الحاجات الخضرة لو هتحتفز بها في التلاجة ما تضيفيش عليها الاخضر تضيف الاخضر على الرز وقت ما تطلعي وتبدأي ان انت خلاص هديحش النهاردة البقدونس والشبت والكوزبرة انا المحشي بتاعي باقتر الاخضر واقلل الرز اقتر الكم بتاع الورق الاخضر واقلل الكم بتاع الروز هضيف بقى القربس بتاعي هقطعه وهضيفه مع الخضرة والحاجات الخضرة قبل مخزنها نقعد بالخل والمية غسلتها كويس جدا ابدأ ان انا اضيف الرز بتاعي واشطفها تاني مع الرز بصوا بدأت تنطر الزير بتاعها او الدهن بتاعها شوفوا راحتها شوفوا لونها قصدي و لو كنتوا معي كنتوا هتشموا احلى ريحة كل اللي احنا عملنا فيها ده ما شاء الله عليها زي ما اتفاقنا لو هنحتفظ بها او هنخزنها في الفريزر هنسيبها تهده خالص 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 وبعد كده اوزحها على الاكياس بتاعتي او العلب بتاعتي ولو هحشي فانا حبدأ ان انا اخصف الرز والخضرة زي ما احنا شفنا بالزبط كده واسيبهم يتصفن يوم المحشي ده بيبقى عندي زي روتين كده ويوم تقوس بيبقى عالي اول وبعدين انا مش هحشي ورق لفت بس ده انا جاي بكرومب هورغلكو دلوقتي وهعمل فلفل علشان اي 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 انا انا بقول كده عشان اللي بنات الصغيرة اللي بتقف في المطبخ اي ذاكي ما تخفيش تبقي واقفة كده حاسة بالفخر واقفة هتقولي انا اكبر من المطبخ لان المطبخ جميل جدا مفهوش اي حاجة تخوف خالص ادي الكلومب اهو و ادي الفلفل هحشي كمان و هزبط الدنيا بس هو الفيديو بتاعنا النهاردة ازاي ان احنا نعمل الخلطة بتاعت المحشي ونحتفظ بها الثانية الصغيرة هي كده زي ما احنا شايفين بدء التنتر الضهن او الزيت انا بقى هتطفي عليها في المرحلة دي خالص هي كده الحمدلله خلصت خالص على مال بقى ما الرز بتاعي تصفة فانا هاخد والتسبيكة بتاعتي تعمل تهدى خالص او تبرد فانا هاخد بقى ورقة ورقة كده والباقي انا هستطعه طبعا زي ما تطفقنا هعمله نخلل مع اللفت بتاعي فانا هاخد ورقة ورقة انا عايزة الورقة تبقى بطولها كده زي ما احنا شايفين هاخد الحتة اللي هي زي ما احنا شايفين بالضبط كده بالضبط زي ورقة العنب وهقطع بالمرة ده وانا واقفة عشان هبقى انجاز وانا واقفة في المطبخ بعمل كل حاجة مع بعضها اللفت الحمد للارب العليم انا اعناف مية اهو وبنعمل فلفلفل انا بس جت اقول لكم على السريع كده هنعمل ايه في ورق اللفت علشان البنانيت الصغيرة والعرائس هنتخن مية ايه على الدور وحطيت فيها معلقة كمون ورشة ملح وكلنا هنعملوا المية تغلي هروف مطفية عليها واسقط ورق اللفت فيها يعني المية عندي هعلي عليها اول ما تغلي مثلا تغلي قوي مش هخليها النار ايدا وحط ورق اللفت لا انا مش بس لقوه انا بس هنقعه اغطسه في المية السخنة واطلعه تاني في المصفى علشان ادى ان انا احشيه اشتركوا في القناة اونخوض الوحي انه حضورنا اشتركوا في القناة انجري تغليب اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة